بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا التسجيل الجديد في حلقة ثانية من حلقات السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سوف نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن العالم القديم بما فيه الجزيرة العربية ثم نتكلم عن سكان الجزيرة العربية وهم العرب وأنساب العرب ثم عن الحكم عند العرب نقصد بذلك الحياة السياسية عند العرب العالم القديم هذه الصورة تبين لنا العالم القديم كيف كان طبعا الجزيرة العربية في قلب العالم الإسلامي وإلى الآن ثم آسيا قارة آسيا والمعروف فيها يعني المعروف غلبته في آسيا هي الدولة الفارسية بأسرها المتعاقبة الكثيرة طبعا إلى جانب بعض القبائل قبائل الصين والهند التي كانت متناحرة في كثير من توارقها ثم قارة إفريقيا حيث الحضارة الفرعونية القديمة لكن قبيلا زمن نبي صلى الله عليه وسلم كانت مصر تحت الحكم البيزنطي بيزنطة الشرقية طبعا أوروبا كانت تحكمها روما القديمة روما انقسمت إلى قسمين روما بيزنطة في الغرب تحكم أوروبا وبيزنطة الشرق وموقعها وعاصمتها القسطنطينية في تركيا حاليا في اسطنبول حاليا إذن وننسى مملكة أكسوم كما في الحبشة كما سنرى في هذه الخرائط إذن هذه خريطة أخرى تبين لنا الأديان طبعا هنا كما قلت في هذه المنطقة الصفراء هي الإمبراطورية الساسانية الفارسية وهنا مملكة أكسوم مملكة الحبشة المسيحية النصرانية وهنا إفريقيا حيث مصر تسيطر عليها الإمبراطورية البيزنطية الشرقية أو البيزنطة الشرقية وهنا أوروبا حيث بيزنطة الغربية هذه صورة أخرى تبين لنا الطرق التجارة قديما تبين لنا أيضا الأديان طبعا الفرس والمسيحيين وبيزنطة حيث النصرانية تسيطر والجزيرة العربية التي كانت فيها طرق كثيرة للتجارة هذه خريطة توضح أكثر المجال الديني تلاحظون كيف كان العالم تحت يعني عبادة الأوثان كانت كل العالم تقريبا تحت يعني يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى مع وجود اليهودية والنصرانية بشكل يعني يختلف تختلف تواجد النصرانية في كثير من الأماكن فهنا كما تلاحظون موجودة في مصر باعتبار أن البيزنطينيين مسيطرون على الشام وعلى مصر وعلى كثير من بلاد العرب باعتبار أن القدس هنا أو إيليا كما كانت تسمى في ذلك الزمان وكانت يعني كانت بيزنطة تسيطر على هذه الأماكن أيضا نلاحظ تواجد اليهودي ونصراني في نجران وإلى حد الآن يعني موجود هذا الأمر ومعروف وطبعا الفرس كانت مشهورة عندهم عبادة النار لكن موجود بعض التواجد اليهودي نظرا للأسر القديم الذي طالهم قبل قرون والجزيرة العربية كما تلاحظون كلها عباد أوثان مع بعض التواجد لليهود في يثرب وفي خيبر وفي شمال الجزيرة العربية الجزيرة العربية لها موقع يعني جغرافي يعني هام جدا على اعتبار أنها محاطة بالسحارة كسد منيع لأي غزو أيضا لها يعني عامل آخر منع الغزو إلى جانب الصحارة والجبال الكثيرة السلاسة الجبال الكثيرة فإن سكانها يعني ذوي طبيعة عصبية نعزالية لا يقبلون أي حاكم أو أي ملك حتى ولو كان هذا الحاكم الذي يفرد السيطرة من قبائلهم فعصبيتهم يعني كبيرة ومعروفة في تاريخ العرب وفي دواوينهم وأشعارهم تظهر هذه العصبية أكثر فأكثر إذن الجزيرة العربية وسكان الجزيرة العربية كانوا لا يقبلون أن يحكموا من طرف الأجانب ولذلك لم يفكر الأجانب في خوض هذه المغامرة والدخول إلى هذه الصحارة التي ربما يتيهون فيها وليس لها آخر ما عدا بعض المحاولات منها محاولة النجاشي الذي كان يريد هدم الكعبة وفي بعض الأقوال أنه كان يريد السيطرة على بعض الطرق التجارية طبعا التبادل التجاري معروف في الجزيرة العربية من حيث أن لها شواطع في الشمال وفي شمالها في الشمال يعني في أقصد في الشام وفي تلك الأماكن وفي جنوبها أيضا في اليمن هناك موانئ كثيرة قديمة قدم التاريخ يعني تشهد بالتجارة المزدهرة في كثير من الحقب الزمانية التي مرت على الجزيرة العربية وحتى الأسواق في وسط الجزيرة معروفة ما في يعني ولها حتى آثارها موجودة وقد وجدت فيه ونقب عنها في هذه الأيام هذه خليطة أخرى طبعا كثرة الخرائط وكثرة الرسومات ليست هكذا اعتباطا ومن أجل أن يحفظ المتلقي أو المشاهد الكريم لهذه الحلقات بإذنه سبحانه وتعالى أن يحفظ بعض الأماكن وأن يحفظ الصورة العامة لتضاريس الجزيرة العربية وأن يحفظ بعض القبائل التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله مثل اليمامة حيث كان يسكن بين حنيفة وحيث الطائف حيث ثقيف ومكة والمدينة المنورة بالحجاز ويحفظ تضاريس أو بعض من تضاريس الجزيرة العربية لأنها ستفيدنا إن شاء الله حينما نتكلم عن الغزوات وصرايا والفتوحات صرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته صلى الله عليه وسلم هذه أماكن الجزيرة العربية هنا حيث تهامة هذا الجزء الرمادي حيث تهامة وتبدأ من شمال الجزيرة إلى اليمن والحجاز هذا هو الحجاز حيث تواجد مكة ويثرب والمدينة المنورة وسط الجزيرة من الشمال إلى الجنوب إلى أقصى من الشام إلى أقصى حدود اليمن هذه المنطقة تسمى منطقة نجد وفي أقصى الشرق شرق الجزيرة هذا المكان الذي يسمى بالعرض وطبعا اليمن معروفة بالنسبة بعد أن تكلم بالنسبة لسكان العرب بعد أن تكلمنا عن الجزيرة نتكلم عن سكانها العرب يعني معروف في كتب الأنساب والتاريخ أن العرب يقسمون إلى ثلاث أقسام هذه الأقسام فيها كثير من الأقاويل وتحدث فيها النسابون وكتاب التاريخ والأقدمون والمعاصرون وفيها اختلافة كثير لكن المشهور والمعروف علميا فإن العرب يقسمون إلى عرب عرب بائدة والعرب العاربة والعرب المستعرب العرب البائدة يعني يظهر من الاسم أنهم الذين بادوا واندثروا وليس لهم موجود ولا آثار اللهم إلا ما ذكر عنهم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العرب القحطانيون نسبة إلى جدهم قحطان أو العرب اليمانيون أصلهم اليمن وكلمة العاربة معنتها الخالصة في اللغة العربية كلمة العاربة معناها الخالصة أي العرب الخالصة العرب العاربة العرب الحقيقية أما العدنانيون فهي نسبة إلى عدنان ابن إسماعيل عليه وعلى والده الصلاة والسلام وعلى نبيه الصلاة والسلام العدنانيون نسبة إلى عدنان ابن إسماعيل وتسمى بالعرب المستعرب أي التي تعربت فيما بعد لأن إسماعيل عليه السلام لم يكن في بداية شبة بين العرب في مكة المكرمة لما سكنت قابلة جرهم سوف نتكلم عنها نشأ بينهم فنشأ لسانه عربية والعربية كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قطع كل قول العربية اللسان أي العربية ليست عرقا ولا دما وإنما هي اللسان العربية اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم هذه خريطة تبي لنا بعض القبائل العرب البائدة التي بادت واندثلت ولم يبقى لها باق منها أو أشهرها قبلة ثمود هنا في الشمال وقبلة عاد طبعا قبلة ثمود وقبلة عاد ذكرتها في القرآن وذكر النبي صالح عليه الصلاة والسلام إلى ثمود والنبي هود إلى عاد هنا قبائل كثيرة مثل قبيلة عمليق وجديس المذكوراتين كثيرا والعماليق وتصم هذه هو عبد الضخم أيضا كل هذه القبائل هي من قبائل العرب البائدة بالنسبة للعرب العاربة تقسم إلى قسمين كبيرا حمير وكهلان طبعا حمير لها مملكة مملكة حمير الأولى وحمير الثانية طبعا هذه تفاصيل مجرد تفاصيل صغيرة لننقود فيها كثيرا لأننا لا نتكلم يعني كاختصاصين في هذا المجال وإنما كمجرد تقديمة صغيرة لما سنتكلم في إن شاء الله في مبادع السيرة النبوية طبعا تقسم إلى حمير وكهلان حمير كأن تفنأك مملكة حمير الأولى وحمير الثانية وكهلان أيضا كانوا يسكنون في اليمن ثم هاجرت قبيلة كهلان لأسباب كثيرة هاجرت من اللي بقي بعضها في اليمن وهاجر بعضها إلى الجزيرة العربية في طول وعرض الجزيرة العربية من كهلان الغساسين الموجودين تبعا للروم والمناذر الموجودون هنا تبعا للفرس والأوسو الخزج الموجودون في يثري بالأنصار عليهم الرذوان وخزاعة التي كانت موجودة بالقرب من مكة في شمال مكة ثم دخلت مكة فيما بعد وهنا قول يقول أنها أن الغساسين والمناذر والأوسو الخزج وخزاعة ليسوا من كهلان وإنما هم من عدنان وهو قول يعني موجود إذن بالنسبة لهذا الجدول ملخص لما ذكرناه قبل قليل إذن العرب يقسمون إلى ثلاث أقسم عرب بائدة وهي هذه قبائل تصم وجديس وعاد وثمود وغير ذلك بالنسبة للعرب المستعربة أو العرب العدنانيين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم جدهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وينقسمون إلى قسمين كبير وهم مضر وربيعة طبعا مضر منهم كنانا الذي هو جد قريش وقريش هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فنقول النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم الهاشي نسبة إلى جده هاشم القرشي نسبة إلى جده قريش قريش وهو لقب واسمه قريش هو فهر يقال فهر ويقال مالك المهم يقولون عنه صلى الله عليه وسلم أنه الهاشمي القرشي الكناني المدري العدناني صلى الله عليه وسلم وهذه العرب العاربة قلنا كهلان وحمير ويمكن مطالعة هذا الكلام حيث أنه ليس بالأمر العظيم ويمكن استظهره بسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى جد العدنانيين طبعا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فقد هاجر من بلاد العراق وهو أصله من مدينة المنورة وقد ظهرت الحفريات التي تبين شيئا من تلك الحقبة الزمنية التي عاش فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن فقد هاجر من هنا من مدينة أور إلى حران هذه المدينة هنا ثم من حران إلى القس وإلى الخليل أو إيليا كما كانت تسمى في القادم بأخصد القس كانت تسمى إيليا إلى قس وإلى الخليل ثم ذهب إلى القس المشهورة ذهب إلى مصر ثم عاد وذهب مع كما أمره الله سبحانه وتعالى ذهب بزوجته وبإسماعيل عليه السلام وكان صغيرا فترك زوجته وترك ابنه إسماعيل عليه السلام في مكة وتركه صغير ثم وقعت حادثة زمزم حيث زم الماء فسمي زمزم وجاء قوم وهم جرهم قبيل جرهم الثانية من اليمن وسكنت مع إسماعيل بعد أن استأذنت من والدة إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحكام العرب أو الحكم والإمارة عند العرب تقسم إلى قسمين هناك حكام العرب هناك ملوك متوجون أي لهم تاج لكن في الحقيقة غير مستقلين لأنهم تبع إما للشرق أو للغرب كما هو يعني الحال وللأسف في هذه الأيام إلا من رحمه الله بالنسبة كان حكام لليمن لكن في اليمن لكن مرة يكون مستقلين لكن مرة يكون متابعين إما تحت تحت سيطرة سيطرة الحبش أو سيطرة الفرس ولذلك كان الفرس والحبشيون يتعاقبون على السيطرة على اليمن مرة بالاستعمار المباشر ومرة بالاستعمار غير المباشر رغم أشبه الليلة بالبارح أيضا لغساسنا والمناظرة بالشام الغساسنا بالشام تحت سيطرة الرومان والمناظرة بالحيرة بالعراق تحت سيطرة الفرس إذن ملوك متوجود لكن ليس لهم أي حكم كما ترون هؤلاء هم المنادر والغساسنة واليمن طبعا هذه كلها اليمن القسم الثاني من الحكام كانوا رؤساء القبائل أو مشايخ العشائر والقبائل هؤلاء كان لهم السلطة المطلقة وربما في بعض الأحيان تفوق سلطتهم بكثير سلطة الملوك لأن لم كان لهم حكم المطلقة على كل القبيلة وفي بعض الأحيان قبائل أخرى بعض الأحيان القبائل الكبرى يتبعها قبائل صغرى أخرى في حمايتها فكان لرئيس القبيلة الحكم والولاء والطاعة الكل وكل أفراد القبيلة مجبرون بطاعة زعيم أو شيخ القبيلة وكان لشيخ القبيلة يتخذ بعض من الشعراء مهمتهم ذكر أوصافه ومدحه ومدح القبيلة وفرسان القبيلة وبمثابة الصحافة في أيامنا هذه بالنسبة للحكم في مكة المكرمة تولى إسماعيل عليه السلام بعد أن شابها أصبح شابا تولى حكم مكة المكرمة حوالي مئة سنة وتوفي عمره مئة وسبعة وثلاثون سنة هكذا يقال والله أعلم ثم بعد وفاة إسماعيل عليه السلام انتقل الحكم مباشرة إلى جرهم قبيلة جرهم الثانية من اليمن التي سكنت قلنا مكة المكرمة بإذن من إسماعيل وأمه عليه السلام وكان لأولاد إسماعيل وأولاد عدنان يعني كان لهم مقام محترم وما كان كبيرا نظرا لأن والدهم كان إسماعيل باني البيت مع والده إبراهيم عليه السلام لكن لم يكن لهم بعد والدهم إسماعيل من أموره الحكم أي شيء بل كان كل الحكم لقبيلة جرهم هذه قبيلة جرهم تحدثنا عنها أصلها قلنا أنها من اليمن وربما كانت تمر عبر مكة أو كانت بأطراف مكة ثم دخلت إلى مكة حاكمت جرهم قرون كثيرة حوالي ألفين سنة وطغت فلما طغت وأصبحت تأخذ أموال الحجاج وأموال التي تهدى إلى مكة يعني شاطة أو ازداد غضب العدنانيين الذين يعني هم أصلا إحفاد إسماعيل والسكان الأصليين لمكة المكرمة غضبوا من جرهم لكن لم يستطعوا فعل شيء فثارت حفيظتهم واتصلوا بخزاعة هذه القبيلة الكهلانية القحطانية اليمنية التي قلنا قبل قال أنها كانت موجودة في شمال المدينة فاتصلوا بها ودخلت خزاعة إلى بمساعدة البكريين العدنانيين أبناء إسماعيل عليه السلام دخلوا إلى مكة وطردوا منها جرهم في أواسط القرن الثاني للميلاد وبعد أن خرجت أو عند خروج جرهم طمرت كما يقول ابن إسحاق خرج عمر بن الحارث بن مضاد الجرهمي من جرهم بغزالي التعبة غزالين كبيرين ذهبيين وبحاجر الركن الأسود تصور فدفنهما في بئر زمزم وطمر البئر يعني أصبحت البئر غير موجودة من أجل القضاء على المورد الرئيسي للماء في مكة المكرمة والذي سير الحياة موجودة في مكة ثم ذهبت جرهم بعد خروجها من مكة بعد أن خرجتها خزاعة دخلت خزاعة مكة وانتهى حكم الجرهميين وعادوا إلى اليمن في حسراتهم وفي كمت حتى قال زعيمهم عمر بن الحارث بن مضاد الجرهمي قال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء الحجون وما كان في مكة في شمال مكة والصفاء في جنوب أو في الشرق في الجنوب الشرقي لمكة المكرمة عند الخروج من مكة المكرمة قبل الوصول إلى جبل أجياد قادما يعني كأن لم يكن بين الحجون والصفاء هي مكة مكة هي التي بين الحجون وبين الصفاء يعني بين الشمال وبين الجنوب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يصمر بمكة السامة يقصد أن يعني كأن لم يعني بعد كل هذه القرونة التي يعني عاشتها جرهم في مكة خرجت كأنها لم تعيش وهذه حال الدنيا طبعا ثم يجيب ويقول بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر والحق أنه أبادهم ظلمهم وحق لهم يعني ذلك الأمر وحق عليهم ذلك الأمر طبعا كم حكمت جرهم قلنا أنها حكمت حوالي يعني 21 قرنا تقريبا طبعا هذه أمور تقريبية زمن إسماعيل هو 20 قرن قبل الميلاد فيكون حكمهم حوالي 21 قرنا يعني حكموا زهاء 20 قرنا عفوا لأن إسماعيل عليه السلام حكم 100 وهم حكموا 20 قرنا فيكون المجموع 21 قرنا حكما لإسماعيل 120 لجرهم هذا الجزء اللي يبين لنا ببساطة الحكم إسماعيل عليه السلام 20 قرن قبل الميلاد أو 2000 سنة قبل الميلاد حكم منها حوالي 100 سنة وحكمت جرهم 21 قرنا تقريبا يعني ثم لما دخلت خزاع في سنة 150 ميلادي حتى سنة 450 حكمت حوالي 3 قرون يعني 290 سنة ثم يعني دخلت في 440 دخلت قريش ولها قصة سوف نتكرها إن شاء الله في وقتها من سنة 440 حتى يعني فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة طبعا هذا ملحق لمن أراد يعني النظر في هذه جداول لأنساب العرب ولا بس يعني ممكن أن لأن سوف نحتاج هذه التقسيمات فيما بعد ليس كل هذه التقسيمات بل هذه الموجودة في أطر نستطيع يعني لا بس إذا استطاع الإسان أن يستظهرها وأن يحفظها لنحتاجها فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى وصدقوني الحلقات ربما هذه الحلقات يعني يظهر أنها جافة لكن صدقوني الحلقات القادمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حلقات شيقة جدا جدا أنصحكم إخواني بمتابعة والله العظيم هذا ليس من أجل المشاهدة كثرة ولكن والله من أجل الفائدة هذه أيضا يعني أنساب ممكن استفادة منها بعضا يعني أو مداومة النظر فيها الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم عن انتشار العدنانيين يعني العدنانيون خرجوا لأن حتى خزاعة ظلمت فخرج العدنانيون أولا لم في حكم جرهم خرجوا وخرجوا ثانيا في حكم خزاعة خرجوا من مكة المقرمة وانتشاروا في الجزيرة العربية بل حتى العراق والشام ثم سوف نتكلم عن القصي وهو جد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان سيدا لقريشه وما هي قصته وكيف أدخل قريشا إلى مكة المكرمة إذن هذا ما استطعنا قوله في هذه الحلقة وإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وإن كان خطأا فمن نفسه ومن الشيطان والله وأستعذ بالله منهما إلى حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم أخوكم عبد الحميد أمراض أمراض لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة